موسيقى موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكنا مرة أخرى في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى نتلو كتاب الله ونتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم مع نظم مبارك يسمى الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز في مئة بيت ذكر فيها أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ميلاده إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا إلى البيت الثالث عشر من هذا النظم المبارك من تقرأ لنا الأبيات الثلاثة من لم تقرأ الأبيات فضلي وصار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين ذكورا لأمنا خديجة متاجرة وعاد فيه بحم سبشرة فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده ماشاء الله حسبك جزاك الله خيرا قال المصنف رحمه الله تعالى وَسَارَ نَحْوَ الشَّامِ أَشْرَفُ الْوَرَى فِي عَامِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ذْكُرَى لِأُمِّنَا خَدِيجَةٍ مُتَّجِرَى وَعَادَ فِيهِ رَابِحًا مُستَبْشِرًا فَكَانَ فِيهِ عَقْدُهُ عَلَيْهِ هذا أمر ثاني هذه الرحلة الثانية التي نوهنا عليها ولمحنا عليها في الحلقة الماضية الرحلة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وكان من عادة قريش رحلتين أو كانت لهم رحلتان رحلة في الشتاء أو في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن وهذا الذي امتنى الله عز وجل بهما على قريش قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خيف رحلة الشتاء والصيف الرحلة الثانية إلى الشام للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في عمره خمساً وعشرين سنة يعني بلغ صار رجلاً هذه الرحلة الثانية لماذا رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام؟ رحل للتجارة بمال خديجة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت من الأغنية كان لها مال وكانت تعطي مالها للناس يتاجرون لها به فلما سمعت بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرفت من أخلاقه أنه الصادق الأمين البر الوفي رغبت في أن يتاجر لها بمالها على سبيل القراض أو المضاربة يسمى القراض أو المضاربة يكون المال من أحد الطرفين والعمل بالجهد من طرف آخر يعني أنا أعطيك مالاً وأنت تتاجر به والربح نتقاسمه هذا يتسمى الضراب أو المضاربة كما ذكرت أو القراض كأنه يقرضه فقال وَسَارَ نَحْوَ الشَّامِ أَشْرَفُ الْوَرَى أَشْرَفُ الْخَلْقَ الْوَرَى كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام خمسة وعشرين يعني يذكر هذا وتذكره وحفظه أنه سافر للتجارة بمال خديجة وهو في عمر خمسة وعشرين سنة لأمنا خديجة متجرة هنا ذكر قال لأمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة قد تزوج خديجة وصارت أمًا لنا كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ يعني خديجة رضي الله عنها هي أمنا عائشة رضي الله عنها هي أمنا هنا ذكرها قال لأمنا خديجة متجرة يعني متاجرا بمال خديجة وعاد فيه رابحا مستبشرا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إعانة الله عز وجل ومن التهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ربح ربحا عظيما في هذه الرحلة خديجة رضي الله عنها قد خبرت الرجال وجربت قبله الرجال في التجارة نعم بعضهم يربح وبعضهم قد يخسر قليلا ويربح قليلا لكن نبي صلى الله عليه وسلم في سفرية واحدة ربح ربحا عظيما وبعثت معه غلامها ميسرة بعثت معه غلامها ميسرة كي يعينه في السفر ويعينه في التجارة فرأى من العجائب من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى؟ من البركة من الوفاء من الصدق ما أخبر به خديجة ميسرة غلام لخديجة أخبرها بكل ما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم والذي يخالط النبي صلى الله عليه وسلم ويصاحبه لا شك أنه يرى العجب العجاب ويحبه فأخبرها ما أخبرها حتى أنها راغبت فيه راغبت أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الأربعين من العمر وهو ابن خمسين وعشرين سنة يعني فارق السن ومع ذلك راغبت فيه وهي أرملة يعني تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وولدت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فراغبت في النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت منه ما رأت من الأخلاق قال فكان فيه يعني في هذا العام في سن خمسين وعشرين سنة وهي بنت أربعين سنة يعني فارق سن فكان فيه يعني في هذه السنة عقده عليها يعني عقد القران كما نقول العقد الشرعي كما يسميها بعضنا الفاتحة يعني عقد على خديجة هي لما طلبته في الزواج يعني استشار في ذلك عمه فقبلوا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقبل بها فعقد عليها وفي ذلك العام يعني بعده بأيام دخل عليها يعني تزوج لها وأقام الوليمة وأقام العرس قال وبعده إفضاؤه إليها يعني دخل عليها عقد عليها فين السنة وبعدها بأيام دخل بأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وخديجة من خديجة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان نبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جمع حتى أن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة خديجة كان التغار منها نبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يذكرها يذكرها بخير وهذا من الوفاء من وفاء الزوج لزوجته كذلك يكون الوفاء من الزوجة لزوجها كان يذكرها حتى أنه بلغ من وفائه صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها كان إذا ذبح شاتا قسمها وبعث بجزء منها لصديقات خديجة هذا من البر ومن الوفاء ومن الإكرام لزوجته حتى بعد وفاتها عائشة رضي الله عنها كانت تغار تقول خديجة خديجة ما هي إلا عجوز شنطاء النفس سلم مرة من المرض قال لها يعني رزقت الولد منها خديجة رضي الله عنها وارضاها هي السند الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن من ثبته من آساه من أيده من آمن به أول من آمن به على الإطلاق هي خديجة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ارتعدت فرائسه وخاف لما الوحي له أثر قال زميلون زميلون قالت له والله أو كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتعدم يعني وتكسب المعدوم وتقري الضيف قتل كلا والله لا يخزيك الله أبدا وآخذت به إلى ورق ابن نوفل رضي الله عنه أرضاه قيل أنه أسلم هذا هو الراجح ابن عم لها فخديجة كانت له سنة داخلي وبشرها النبي صلى الله عليه وآله سلم في حياتها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ما أحلى أن تبشر بالجنة وأنت تمشي على الأرض فرضي الله عن خديجة وأرضاها ورزق النبي صلى الله عليه وآله سلم بالولد منها ولم يرزق بالولد إلا منها يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجات كما يأتي قرابة 11 امرأة توفي نعم توفي على 9 منهن لم يرزق بالولد إلا من خديجة نعم رزق كما يأتي لإبراهيم وغيره من ماريا كلهم ماتوا وذا سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ماتوا يعني في الصبا إلا أولاد خديجة أو بناتها كبر منهن من تزوج أو جلهن تزوجن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى من تقرأ البيت هذا أو بيتين نعم تفضلي وولده منها خال إبراهيم تستطيع أن تأسد أسد وولده 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 منها من خديجة رضي الله عنها خال إبراهيم يعني كل أولاده رزق كل أولاده من خديجة رضي الله عنها وأرضاه خال معنى حاشة أو عدا إبراهيم أو سوى إبراهيم وهذا تستثناء خلا عدا حاشة خلا إبراهيم يعني عدا إبراهيم رزقه من ماريا القبطية كما يأتي وتوفي في صبا قال وولده منها خلا إبراهيم يعني جميع أولاده فاطمة رقية زينب كما ذكر المصنف كلهن رزقهن النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم لماذا حاز التكريم القاسم وقد توفي صبيا نعم نعم لأنه أول صبي رزقهن أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كني به كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنا أو يكنا يصح هذا وهذا تقول يكنا أو يكنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنا به فيقال له أبو القاسم أطيع أبا القاسم يا أبا القاسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنا به تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنية الحديث الصحيح وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم كما ذكرتم لأنه أول من رزق به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنا به القاسم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة هؤلاء البنات رزقهن النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة الأولى زينب رضي الله عنها وارضاها ورقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة واختلفوا في من هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وراجحوا أن أصغرهن التي هي أحبهن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها التي تزوجها علي كما ذكر المصنف في أبيات ستأتي معنا إن شاء الله هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلى الحصة القادمة بإذن الله عز وجل نذكر شيئا من أولاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر